موسيقى لكل اللي نضموا لقلنا هلأ منقلكم كمان مرة صباح الخير أهلا وسهلا فيكن لقاءنا التالي بجمعنا بالمعالج النفسي كريستينا حموش اليوم مع كريستينا رح نحكي عن الوسويس القهري يعني هيدا الموضوع بناسب الوضع اللي عم نعيشه كبارا وصغارا وخاصة الصغار اللي عم بتابعه شاشات التلفز المحلية والعربية والبعض العالمية حسب القانون للغات وعم بيشوفوا مشاهدي كتير أو حتى عايشين بجنوب لبنان بالمناطق المحيطة عم بيسمعوا أصوات الصواريخ القذف القذائف والأنابل كرميل هيك لنشوف شو هو أول شي الوسويس القهري الدال الأحداث اليومية بحياتنا بتلعب دور سل ببركة بتخليه تطور أكتر وأكتر رح نعرف من خلال لقاءنا معك المعالج النفسية كريستينا حموش صباح الخير صباح الخير ألي وصباح الفرج إن شاء الله أمين يا رب هيدا الشي اللي كلنا عم نتمنى مثل ما عم نشوف نحن على الشاشات والأطفال قد تأثير هيدا الشيء في نفوسهم فكتير حبينا أن نحكي اليوم عن موضوع الوسويس القهري الوسويس القهري هو اقتراب نفسي وبدأ أقول كمان أنه هو رابع مرض منتشر بالعالم ثلاثة أشخاص بالمية بيعانوا من هذا الوسويس أو حيعانوا حيقطعوا فيه وفيه أشخاص مننا قطعين فيه بس بدرجات هنحكي أكيد عنهم ضمن سيء الحلقة بدي عارف أول شي تعريف صغير عن الوسويس القهري هو فكرة ملحة بيعتبر الأشخاص أنه هي غير موجودة فيه هو صوت داخلي بخلوهم يقوموا بقصص معينة الوسويس القهري بيتفسر بثلاثة أشياء أول شي بيجي عن طريق أفكار هي فكرة براس الشخص دايماً عم بيظل يفكر فيها تانياً بتصرفات في كتار من التصرفات من قوم فيها ناتجة عن الوسويس القهري أكيد هنحكي عنهم شو هن التصرفات وتالت شغلة هي أيضاً تاب على مثل أفكار يعني أنا قلت فكرة ذكرت أول السبب تاني مثل أفكار بيخلوا الأشخاص ينفزوها يعني إحنا هون بننقص بس الوسويس يصير فيه مش بس أوكي تصرفات عادية كمان فيه تنفيذية تصرفات تنفيذية وهون الشي الخطير نضطر أنه نحن كمعالجين نفسيين نطلب أنه لأ نحن هلأ لازم نشوف طبيب يعطيهم دوا حتى لو كان عن عمر صغير لو كان أطفال نعم طيب كريستينا الوسويس القهري بيخلق نتيجة ظرف معين صدمة معينة حادثة معين ولا هيك ببنية الشخص من هو صغير بس تترجم لما يبلش يكبر أكتر وأكتر ويفهم الأمور على حقيقة نعم الوسويس القهري هو نتيجة ألأ وقلأ دايم الأسباب ممكن تكون أسباب جينية بيكون في خلل ببارتي من الدماغ يعني لما يعملوا سكانر أو شي معين ببين هيدا البرتي هيدا ناقصة بشأن هيك نحن بس نحس عم يصير في كتير كريز لهالموضوع نطلب أنه لأ لازم تشوفه طبيب ممكن فيه دوا معين يعني في هيدا تنقول نحن درسينهم بالبسيكولوجيا فيه سينابس معينين يمكن هيدا السينابس مش واصل كتير مني على الدماغ يمكن هيدا الدوا ممكن يفعلها الثاني سبب لقيله سبب وراثة منشوف الأهل طبيئة ناتج تنقول كترة ألق الأم تصرفات المدرسة تنقول نلاحظ عن عمر صغير حنخرج جوان عن موضوع عم نشوفه هلأ الحرب تنقول بالمدارس بعلمون تنقول شاردو كلاس يعني كيف لازم هو الولد يقوم يتصرف بالصف لأ لازم تقعد هيك لازم تعمل هيك الأم الحيح الأم يعني هيدا كله ممكن الولد يتخطى هيدا الشيء لإيه عادي ممكن هالولد يكون عنده تندانس لهيدا الشيء ينجريف وهلأ مثل ما عم نشوف على شاشات التلفز يعني أنا ياريت قالي من عبر شاشة الو تي في بطلب من الأعلم يجربوا قدمة فيهم يوسقوا الأحداث بس مش بشكل هالأدة هالأدة يعني أنا بدأ اعتبره عدائي لو هنا عم ينقلوا الصورة الصورة الواضحة والصورة الصحيحة والعالم تشوف والعالم تتدخل العالم الخارجي يتدخل ويتصرف هو هيدا الهدف صراحة يعني الكل عم بيبرر أنه هيدا الهدف ومعهن حق فيها لأنه عم بيصير فيه تعتيم على اللي عم بيصير واليوم مهددين يعني بإذا بدك هيك قصف المنشآت تبع الانترنت وكل هيدا الأمور حتى يعزلوا غزة كليا فاليوم حيينيهن الصباح على هيدا الجرأة والاندفاع للصحفيين بس لينقلوا الصورة لاتبين للعالم لأن دايما عم بياخدوا خاصة اللي هني مع إسرائيل عم بيغضوا النظر عن مجازر إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني للأسف يعني بشناك أنا بدو أطلب من الأهل بلو معروف كأهل هون هون بيلعبوا دورون دوركن الأساسي لأنه مثل ما تفضلتوا ووضحت لي الفكرة أنا بدو أطلب من الأهل بليز ما يحضروا الولادتي فيها الفترة لأنه يمكن يقطع دعاية شي معين بفكرة أنه لا أهن الولاد ما عم يفهموا حتى لو الولد ما عم بيشوف هيسمع حتى عم نشوف يعني صور عن جد هيك بتوجع القلب وبتبكي بتبكي من برة ومن جوة من الداخل بتبكي الولد اللي عم بيودع أهله أو ودع خيه الصغير اللي طالع من تحت الركام حامل كلبه كلهم غبرة بيضة على رمادة على أسود بغض النظر عن الكبار نساء شباب صبايا رجال دايما هيك نحنا عنا ضعف تجاه الطفولة أنه شو زنبهم يعني الحياة مفروضة تكون قدامهم كلها كلها وردية وإذا لقى نحنا بنخلقلهم إياها حتى نعيشهم بهذا الجو مضبوط لأنه الولد عالم عنده عالم خيال واسع عم بيشوف هيدا الشيء لا شعوريا حيزيت بنفسه القلق في أولاد انتبه إليه في أولاد عندهم مقاومة بيقدروا يتخطوا هيدا الشيء اللي عم بيشوفه في أولاد جدا حساسين ما بيتخطوا هيدا الشيء بيصير في عندهم قلق داخلي وهيدا القلق ممكن يتحول لوسويس وسويس ممكن يتخطى مثلا وسويس بتصرفات وسويس النظافة هيدا اللي كان بدي أقولك عنه كريستينا حتى يعني بس ما نحط نحنا موضوعنا اليوم بإطار اللي عم نشوفه هذا ممكن يخلق وسويس جديد ممكن يتفضل بتصرفات معين نحن 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 عنه بس هيك نعمم شوي الموضوع وسويس النظافة وسويس النظافة يعني أوقات لدرجة قد ما الولد بيصير عنده وسويس نظافة بصير في عنده مرض جلد أكزمة صحيح بصير في نظاف بالجلد كل شوية بدنا نغسل منغسل المر إنه أوكي منغسل قبل الأكل بعد الأكل بس مش كل الوقت كل شوية في ناس ما بتسلم على حدا مية عمية أو بدأ طلقت حدا يعني غرض من حدا بالكلينكس ما بتدق فيه هلأ في وسويس يعني التأكد من عدة أمور قطفينا الأزان سكرنا الفرن جرة الغاز سكرنا البيب ده حتكون طفينا الضو منرجع منطلع من السفقة كذا مرة شو بيفكروا الأهل يا الله أنا بنتي أو ابن شو مرتبين إذا بتفتح جرورهم بتحس مثلا الإقلام الألوان بهالكولار هاللون أنا كنتم أعرف كنت باعت الصور ما أعرف إذا بينحطوا مثلا بار أكزمبل الجرور موجود هول الألوان الألوان الروج الألوان البلو الألوان الفير بيفتحوا الأخزانة حتى الأخزانة يعني التياب الألوان مش معقول الجام الألوان بتحسهم كأنهم صفصتين كأنك بمحل تياب مرة إجت لعندي أم عندها تونز بينه الثاني البنت أول بنت كتير فوضوية جدا يعني التياب شو بدي إليك فاش كانت تاني بنت يا الله شو مرتبة وبتشرح لي أنه جروره نفس الشي الألوان وإذا أي شي بتشيل قلت لها مادام بنتك الأولى نية قلت لها عنا شي كتير نورمال بس بنتك الثاني لأ نتبهي ممكن هيدا الشي يولد لو سويس كهر نقذت لأم قلت لها أنا فكرتها أنه هي على البرفكسيون بالعكس بدنا ننتبه لهيدا الشي نعم نحن عم نشوف الصور نعم كمان عن الطفولة دايما يعني الستيج بيكون قهرة يعني من بلش قالتلي في عدة مراحل نعم للوسويس والوسويس بالشكل عام بس لما قلت الوسويس القهرة القهر لمن؟ للشخص اللي موسوس ولا ممكن قهر وبمعنى كلمة القهر ما نحن عم نقولة يعني؟ لا حقلك الوسويس أول شي بيبلش عادة ممكن تار من الأشخاص يقطعوا بهيدا الوسويس ممكن يزديد نتيجة سترس نتيجة خوف نتيجة هلأ الأحداث اللي عم نشوفها ممكن فترة وتقطع إذا كان عنده رزيليانس المقاومة مثل ما قلت لك إذا الشخص عنده هالمقاومة ممكن يتلقى هيدا الوسويس الاتراب النفسي وممكن يطلع منه هلأ بعدين أكيد بنحكي بالآخر عن العلاجات خليني بس هيك نعلق على هيدا الصور يمكن هيدا بترجم اللي كان نعمل أولى الوسويس النظافة الوسويس الترتيب الزي تشكلست دايما حتى العدد بدون يعدوا مثلا إذا بدوا يعد شي يعني بتحس حتى العدد بعيد بيرجع بعيد لا يتأكد مذاكرة بس بدوا يراجع طب أوكي فتحنا الكتاب رجعنا أول مرة بيرجع لا بد يرجع على نفس الصفحة ودجا بيكون خلصة يعني هيدا الأمو بفكروا الأهل ما بيعطوه أهمية إنه هو بده ينجح هو كتير شاطر هولي قصص داتريب يدل أنه هو عم يستعد الوسويس القهري الوسويس القهري ممكن يأزى حاله أكيد تكون فيه أزية نفسية لحاله وممكن يكون فيه أزية للآخرين ليه لأنه نحن إنتا نقول فيه كمان بيصير لمرحلة الوسويس القهري بس كمان هيدا الشي سبب له اتراب نفسه اتراب نفسه مع أحباط مع ديبريسيون من فكرة ديبريسيون عادية وبتقطع بتكون ديبريسيون ماسكية يعني غير ظاهرية مثل هيدا الولد مثلا هلا اللي راح نشوفه يعني بعمره ما بعرف ممكن يكون زعلين بس شايف هيك الهم يعني تخيل مثل هيدا هيدا الطفل ما بيقدر ينجز امتحانه يخلصه هيدا الشي هون بيأثر عليه حياته المعنوية حياته المدرسية حياته العاطفية حياته العائلية حياته اليومية بشكل يومي ممكن يتأخروا عن المدرسة ليه لانه بيجي تأكد من الشنطة ممكن احيانا يوصل لكريز اذا فيش ناقص يعني اذا فيش يتأكدوا منه موجود لدرجة اوقات نحنا منوصل لمرحلة الانتحار قلتلي سؤال قلتلي كتير مهم سألتني يا قلتلي ممكن يسبب لحاله أزاو للآخرين ممكن يسبب للآخرين مرة اجي الطفلة عندي على العيادة مراهقة عمره بحدود 13 اجت لعندي على العيادة الاهل عم يشتكوا من تصرفاتها الغريبة لدرجة الجيران عم يشتكوا حتى من الاهل لطلبون ان ندرك للأهل ليه لانه البنة بتقوم بأعمال هستيرية ناتج عن قلق نتيجة وسويس طهري مثلا الام وقفة ممنوع الام تأشر لها بييدها اذا أشرت لها بييدها بترجع ترجع الاصبع لقلة ممنوع الضوية الطفة لدرجة الوسويس صار معدة لاختة الصغيرة صارت اختة الصغيرة عم بتطبق مثلا هيدا الشي اللي عم بيصير بتعمل كريزة ممنوع الام تفتح الشباك بوقت معين يعني هول الوسويس هولي خلاص صرنا بمرحلة قهرية بحاجة يعني انا كمعالجة نفسية نحنا فينا نتبع كذا علاج ممكن العلاج السلوكي العلاج المعرفة هلا أكيد بنحكي بالآخر كيف بتم الخبرية بس انا لما شوف هيدا الشي صار ضم خارج نطاق انا عمليه وخارج نطاقه انا كمعالجة نفسية لطبيب وبحاجة لضواء طيب كريستينا كمان يعني من اذا بدك هيك علامات الوسويس القهر هي الأفكار اللي تمرق بمخيلتنا يعني يمكن يقزي حاله او يقزي الآخر او يتخيل دايما بمشاهد يمكن غير مألوفة بالنسبة لأقلو اذا كان بعمر صغير عم نحكي نية عمية ممكن يحط مثلا هيدا المشهد انه هيدا الشي بدي يصير معه يمكن اكتر شي بتجي افكار الموت عند العطفال يعني انا هلا اذا ما قمت بهيدا الشي امي هتموت بيه هتموت دايما هولي عندهم هيدا الافكار واذا تقلل لمرحلة المراهقة تعرف المراهقة بدي يصير فيه يكتشف حاله يكتشف ذاته منلاحظ كمان بيقطع عليهم مشاهد جنسية للمراهقين يعني فكرة عم تجي الشخص الأحب على قلبه بيتخيله بمشهد جنسي بصورة جنسية بيجمعه فيه مش ضروري يجمعه فيه ممكن عم بيشوف البرتري الفيزيك تبعه هيدا الشخص بصير هو يقول لا انا بين الشي لا عم بيصير معه هيك بصير في عنده اضطراب بصير في علاقة تصير هيدا العلاقة اللي كنت معلقة تنقول أتا الشي بالأم ولا أتا الشي بالبي هيدا العلاقة يعني تتباعد فهون بين أزو الأهل ليه من قبل نحنا من قبل كنا كتير يوصع فينا يخبرنا ليه علاق معا بيقبرنا في كتير أمور ليه ما بيقدر المراهق يحكيها بشأن هيك نحنا بحاجة لمعالج نفسي ما ننطلع هيدا الفكرة السيئة دايما كل ما أطلع معكم بقولها بدنا نطلع المعالج النفسي مش ضروري يكون فيه مرض أو اضطراب معين تشكأ مش ضروري يعني صفة المجنون أو المختل ترفقنا يعني لأن نحنا ربينا أنه هيدا طالعا من العصفورية أنه حتى العصفورية ما فيش اسمها عصفورية فيه مصح للمجنين أو اللي عندهم يعني خلال معين طيب أنا بس جلس قعدت معناتها في عندي شي بدي أحكي طيب مكلنا مين مننا هلأ يعني ساندرا سهاد حسين إلي يمين إليعون سحر سيمان كريستي أنه مين منكم ما بيكون عم بتضب الشنطة رايح لمطرح ما بيتأكد مرتين وثلاثة وخاصة يعني إذا صارت معه مرة أنه نسي خاصة لما نكون رحي على السفر الباسبور أنا شعشرين مرة بتأكد أنه باسبوري هون هيدا خوف إلي مش مش وثواز ما خلينا نفهم نعرف حالنا إذا بدنا يعني أوقات يعني منتأكد خاصة لما بتكون يعني هيك أمور فيها ريسك يعني فيها دقة عم بتحضر دوة لمريض أوكي أنت بتهتمي بهذا الموضوع بتتأكد بتأكد مظبوط برجع بعد دون مظبوط هوا سبع حبيت برجع بقرأ الورقة هوا بالدور هوا دي للتنين هوا دي للظهر هوا دي للمساء هوا دي لكذا لأن في في مسؤولية صحة بني آدم بين إيديك هيدا وسويس قهري هيدا شو هيدا فسريلي هيدا الحبة مش أنه بيمشوا بيمشوا بارليس برجع بيحطوها برجع بيشلوها بيحطوها ما ترحوا بسرتيجيهم هنو عم يتأكدوا أفكار وسويسية ممكن يموت لا هلأ بدي يموت أو باركزامل رايحين تنقول عشي سفر بسنا بيتأكدوا من الباسبور طبيعا تأكد فوق ثلاث مرات أربع مرات أوكي ما ترحوا مني بس أنه أوقات مثلا لا الباسبور برجع بيتأكدوا من نظافة الباسبور بركي بركي قلب شيعلي منرجع منضبه منرجع منشيله منرجع منحطه بستيجين أفكار يمكن مسافة يمكن التيارة تنفجر يعني هون الوسويس بشكل هيدا الفكرة الملحة الخارجة عن السيطرة هون نحن مننقذ يعني مثل ما تفضلت وقلت أنت ما عندك هالوسويس أنت عندك خوف من شي معين طبيعي أوقاتنا توسوس يعني أمور معينة لحمايتنا لحماية الآخرين بس لما نوصل لمرحلة وسويس كهري هون لازم ننقذ يعني تخيل واحد يتأكد كذا مرة تروح سفرته وبعده عم يتأكد صح أوقات كتير نستتأخر من 100 عمية هل يجوا يعمل دايما تشاك لكل أموره طيب قبل ما يخلص وقتنا لأن نحن بالمبدأ اليوم يعني هيك نهار لأن في مؤتمر صحافي لوزير الخارجي الإيراني مفروض حسب الأوردر ساعة عشرة بس بانتظار بتعرف المباشرة دايما بصير فيه تأخير وبدنا نواكب يعني كل شي عم بصير مع زملائنا على الصعيد الميداني وعلى الصعيد لحركة ديبلوماسية يعطيكم ألف عافية يعطي العافية للجميع خاصة اللي بالخارج الله يقويكن اللي خارج المحطة يعني العلاج كيف بيكون التيلة بمطرح أنت العلاج النفسي هالأدعم تكوني صريحة مع حالك بالدرجة الأولى مع الأهل بالدرجة الثانية يعني أنا مهمتي بتخلص هون منحولها عن طبيب لأممكن هي بحاجة لدوة نعم يعني دور كونشوكة معالجين النفسيين وكيف منقدر نطلع ونخفف هيدا الوسواس وفيش فاق مية بالمية ولا بيضل فيه رواسب ترى الصبات ها قل لك أول شغلة المعالج النفسي لازم يشتغل بضمير أول شغلة لأنه في كتير معالجين نفسيين بقولولي مثلا أنا جيت عند هيدا الأخصائي منتفعة جيت عند هون وفي ناس بيستغلوها أكتر عصاعد مادة أكتر من شي عن جاد هيدا رسالة مثل الطبيب نفس الشي شغلنا مثل الطبيب بس نحنا عصاعد نفسها منركز أنا أول شغلة بيجل عند المريض في كتير اختبارات نفسية بس ولا ممكن كل الاختبارات تطبق على كل الأشخاص يمكن فيه هيدا الاختبار ما يقدر يفيده لهيدا الشخص أو ما أقدر أنا أستنتج الأسباب الأدت لهيدا الوسويس ها أول شغلة يعني أنا بد لما أنا أعمل انترفيو أول مرة مع الشخص فيه اختبارات بتناسب فئة عمرية معينة ما بتناسب فئة عمرية فيه اختبارات بتناسب حالي عادة الأهل بيقولولي أنا فت على الانترنت وقريت وشفت وتصرفت هيدا الشي بقول له مدام هيدا الشي ما بيتطبق مع ابنك يعني الانترنت بليز ما نبعد عنه هيدا دايما منقوله أسبوع الماضي كمان مع كذا ضيف أنه بليز ما تتكلوا على المعلومات تبع الانترنت أو شوفوا كذا مصدر لأن لما بتشوف يعني كذا مصدر فيه قواص مشترك بتقتنع لأن خلاص بس لما بتشوفه مصدر واحد تطلع على مصدرتين بيكون يعني النظريات مختلفة بعدين خاصة بالصحة النفسية والجسدية مش كل دراسة بتنطبق على الكل أكيد ما فينا ولا حالة بتطبق يعني الحالة كلها دقريات يعني أنا ما في أقول هيدا الشخص عنده وسويس قهري طب يمكن التاني عنده بس أخاف دوز مش قده مش واصل لمرحلته مرحلة الانتحارية مثلا مشان هيك نحن هون منحول لعن طبيب عندنا أول شي بعد الاختبارات ما أنا أعمل بدأ أرجع اكتشف نتيجة شو هيدا الوسويس ممكن نتيجة قلق داخلي مسبباته من أن المسببات الأهل البيئة المدرسة صدمة الشي اللي عم بيشوفه هلأ نحن هيدا الشي بدنا نحط بواند انتروجاسيون أنا بدأ اكتشف شو هو الشي يمكن فيه اشي بالله وعي موجودة وعي يتعقبر صار فيه وسويس الوسويس إليه عادة أكتر شي من بينه بخلال مرحلة المراهقة يعني من عمر 12 لعمر 14 أكتر شي ملاقي هالإتراب لأنه من قبل الأطفال ما بيكونوا وعيين بيكون خيالوا نواسية ملهيين باللعب بعدين بس يصيروا بيسيروا بمرحلة المراهقة هون بيوعى الوسويس دخلون وبيبلش التصرفات الأفكار الأصاص التطبيقات مع الأهل نحنا منلتج أول شي لشي من سميه ترابي كومبرتمانطال يعني علاج سلوكي يعني نقل له ان احنا هالوسويس حتى لو اجت هذه الفكرة براسك طب انت جرب سيطر عليها ولا ممكن تتطبق شي مرة صارت يعني امك ماتت دغري قدامك أو باريكزامبل انتصر لك شي دغري وعادة بيجي أو قاتل الوسويس بشكل مرضي بصيروا يعملوا مثلا بيروحوا بيعملوا فحوصات عامة وفعلا بيكون في وجع داخلي من سميهنا احنا بسيكوستوماتيك عن جاد بيكون في هذا الوجع موجود بس ما بيكون يعني ما بيكون عم بيأثر عليه يعني هيدا الوجع كله بالعقل ملاذ إماجينار بيجي لعنا بشأن هيك نحن نسميهم هولي ده ملاذي إبوكوندرياك يعني هولي امراض موجودة بحسب الوجع فعلا بس هيدا الشي ما في وجع هيدا وجع داقي بالوهم يعني صح طيب كريستينا قلت الشيء المهم من نعمل فحوصات ممكن يعني نقص الجسم لمعادن معينة فيتامينات معينة تعمل هيدا النوع من الأحباط هيدا النوع من الألأ مثلا في أكتار يمكن مادة السيروتونين تبقى إفرازة كتير ضعيف عندهم تحسينهم دايما هيدا كائبيين زعلانين ويمكن الكائبة هي بتولد هيدا الشيء خوف من بكرة ما عم بيقدر يتقدم بشغله الشاب أو الصبي بعمر المراهقة كمان تبقى أحلامهم كتير كبيرة يمكن وضع الأهل ما بيسعفهم أنهم يحققوا أحلامهم بيتأثروا برفقاتهم في فرق بالطبقات الاجتماعية تلعب دور؟ أكيد بتلعب دور في كتير ارتباط يعني في ارتباط بين الغذاء بجناك نحن مركز أنه بيقولوا الغذاء السليم العقل السليم الجسم السليم نعم أنه في كتير هيدا الترابط موجود إذا كان فيه فيتامين ناقص ما هيدا الشيء بيأثر على التقابة على الدبريسيون طبعا هيدا الدبريسيون ممكن تولد لهيدا الوسويس اللي هو عم بيحس فيه وممكن عن جد إذا فيه وجع داخلي أكيد ممكن يولد ناقص معين ببارتي عادة من الدماغ ببارتي معينة من الدماغ بتخلي الولد أكتر يصير عرضة للوسويس يصير يفكر أكتر وإذا قاطع حدا بالبيت بمرض معين حالة نفسية معينة من يبدو يتأثر هذا الولد وهيدا المراهد بدو يصير فيه عنده وسويس ممكن هلا يموتوا ممكن أنا يصير لشي ممكن أنا إن عندي من هيدا الشي اللي عم بيصير فهون نحن أوقات بالعيادة منشتغل بش بس ترابي انديفيديال للمراهد أو للولد أنا بحاجة كمان لترابي فاميليال يعني بقعد مع الولد برجع بخصي السيانس بس للأم والبي أشوف هنه كيف تصرفيتهم حتى هنه كمين بلحقهم أكيد لأنه ولا ممكن الاتراب نتش بس عن الولد الولد أكيد إلو صلة بالبيئة ما هي البيئة بدأت ساعده شو نفع بس المعالج النفسي يقوم بدوره وعزز له سأته بنفسه إذا الأهل ما بيلعبوا دوره الأساسي يجعل الولد لحياته الطبيعية نحن منقعه ثلاثة رباعة ساعة معه مرة بالجمعة مرتين بالجمعة مرة إيه مرة لا حسب بس هو 24 على 24 ما هي دا البيئة وهي دا المحيط كأنه شغلة راح دعان إذا الأهل ما دعم وإذا الأهل ما كانوا دعمين وإذا الأهل كمان ما طبقوا لأصص اللي أنا عمقلهم طيب كريستينا حموش كمعالج نفسي أي متى الأهل لازم ينتبهوا على أولادهم شو الإشارات اللي لازم يلتقطوا من أي عمر لأي عمر قلت المراهقة تحديدا وهي دا المرحلة المفصلية لما بيكونوا بيكونوا شخصيتهم بيكونوا عندهم استقليلية وبيكون ثائرين من الداخل وفي ناس بينجحوا بهذه الثورة ناس لأ بيعملوا أحباط بعد فترة سنتين ثلاثة بيرجعوا برجل جوحالهم عن جديد وفي ناس بيضلوا نعيشين مطرح ما كانوا بالمراقب يحنوا معهم لكل العمر حتى لو أسسوا وتجوزوا وصاروا عندهم عيال بتبين بمطارح معين لأن مرة قلت لي يعني الإشي يمكن نلحن من خبية بين 14-16 بتبين بالستين صح مش هيك نعم قلت لي نرجع من هيك بترجعوا دايما نرجع دايما للأنفانس نعم الاختبارات للأنفانس بيتفاجأوا يلي عم بتعمل الاختبارات طبعا لأولاد الصغار لا بس في قصص مدفونة فيك بالطفولة أنا ممكن تبين عن عمر صغير وليه بيعمل أوقات إيبنوز مع أنه أنا يعني أوقات أنا شوية ضد الإيبنوز ما بدي حدا يعلق علي على الموضوع بس أنا ضد الإيبنوز أنا بلجأ أكتر لاختبارات ملموسة لأنه في أسس أفكار مدفونة ممكن تظهر من خلال اختبارات معينة طيب الأهل شو الإشارات اللي لازم يلتقطوها على أولادهم ومن أي أعماد بل شو ينتبهوا نفسيا نعم أول إشارة إذا كان الولد جدا منظم بشكل يعني كتير منظم بفكره أنه يا الله شو حلو أنه هو ابن هذا الابن البرفكت هذا الابن اللي بيحلم فيه كل حد وخصة لما يكون صبي بديش أدد لما يكون صبي وكتير منظم نحن معروفين عادة صبي عجق وفوضوي وهم روجب البيت هيك لازم يكون فوضوي هذا دليل زكى دليل مش بس بلتجق لأ عنده نشاط زيد أنا ما قادرة سيطر عليه لأ الولد بيكون زكى مننتبه أكتر إذا كان كتير يعني كتير تأيب بأمور معينة يوم اللاحث فيه أولاد بيجمعوا كتير قصص مقلة عازة تنقول علب البرفان قصص معينة علب تنقول المجامع المعينة الشاشة البلاستيكية اللي بيجمعوها من قبل نحن وعمر صغير كان يجمعوا القلال بتنقول بمرتبين أو شي معين يعني ما ننتبه لهذا الشيء بس هولي كريسينا سوفينير هولي لو سوفينير إليه بس أوقات عن جد هولي ذكريات أنا عم شوف مثل ما عم شوف هلأ العم شوف لو نحن منصمدون بس فيه أوقات إذا نقصت شي منهم بيعمل كريس هوني نحن هون وين بصير يعدهم تخيل أو بصير يعد القصص الموجودة بركي فيه شي نقص هيدا وسويس أنا دايما مع ضيوفي بعمل ساشن فريع على الهواء طيب أنا ما صار فيه عنيني ببرفان بحد بالموديل طيب هم ما بكبون حتى لو خلصوا حتى لو خلصوا ما بكبون طيب هيدا أوقات أنت بتكون عندك أنه بتعجبني بكون أنا شرية واجتني كدوم من حدا بيعنيلي بتركها بيبقى هي الدزاين طبعا حلو يعني مش أنه وحدة هيك أنه أنيني هيك كاريري كتانقل أو إذا وحدة بتتركها لا ما تسيريني على الهواء لأنا على الواء حتى ما تحرجيني قدام المشاهدين أنا عند الجرأة أسأل لا بالعكس برافو عليك إذا أنت شي شغلة وحدة مش مشكلة بس فيه ناس عندهم بيجمع قصص هوا دي ركزوا على الشكل أو شي بيعنيلي أو هيدا من الشخص أنا اللي بحبه جبل إياها في قصص عادة مثلا بتعجبون بارفان عند أشخاص ثانيين نقصوا أو أمه نبيهم خلصة البرفان عندهم لا بدون إياها ويجمعوها ويضبوها أنت على القليلة إليها وما بيستعملوها طالما يعني فتحنا موضوع للأهل نحنا أهلاتنا ما كانوا يكبوه شي وكنا نحنا نتمصخر عليهم هلأ بنصال لوقت منلقي معهم حق يعني كانوا يا أختي علبة بس بلش يطلع عن مواد اللي شو اسمه يفتحوا على الميل تاني يعملوها نحنا مقلها شاروقة نحطها على منقل الفحم بتشي بتطلع أنه هيدا زكا برافو عم بيستهلكوا هيدا الشي لا عازتها إليه لا عازتها مثلا نضحك دايما على علبة الكوكيز البطر كوكيز بتصير علبة خياطة فيه شبات ما فيه علبة التنك بتكونوا مصدية ومنخليها علبة خياطة مزبوط طيب هيدا كمان أنا بحسة أنه هيك زكا إدارة من زمان كان علبة الحليب ما بدي أقول الأسامي يعني يخلون يصيروا مجمع رز مجمع سكر إيه لما هونالله مزبوط هنا هلأ في كتير أشخاص بيطبقوا هيدا الشي هيدا شو يعني التمسك بهوض الأغراض ضلت وقلد فيه قصص عنجاد لحاجتها يعني مراد بين هلأ مثلا بتعرف أنت هلأ اديقة المدية اللي عم نقطع فيها يعني بيش بحي أنه وحد يشتري حقه دولارين ثلاثة مثلا دولارين ثلاثة يعني صارو في ميتان وثمين عمين أنا فيه استعين إن حدا عنده عائلة ثلاثة وليت طب أنا هيدا الشي اللي بدأ أدفعه بجيب لهم شي لأولادة شي خاص أطبخ لهم مثلا هؤل المجامع لا هؤل العزتون بس عنجاد فيه ناس بيجمعوا مجامع غير مستعملة ما بيستعملوها وما بيخلوا حدا يدق فيها مش أنه عم بيجمعوهم كلمات شي معين هون الوسويس برجعوا بيتأكدوا ناقش شي أنا حطيتهم بشكل مصفصف بصير يعدون نحن هون مننقاذ بس يجوا لعنا كمعالجين نحن فيه فيه وراء بيعبون لنشوف قدي هن بيركزوا على تفاصيل معينة طيب كريستينا قلتيني بتبلشي مع الولاد بعدين بتعمل الجلسة مع الأهل الأهل بيتأبلوا أنه هن اللي عابينيقلوا هيدا الوسويس لأولادهم بحالات معينة في أهل ما بيتأبلوا بيرفضوا في أهل ما بيتأبلوا أوقات بيصير في شريعة عنده بين الأم والباي بيكبوا الملامي على بعضهم طبعا ما حدا بيتحمل مسئولية انت حق عليك لأ انت حق عليك لأ من وراك آخر مرة اجل عندي عائلة من اقولوا شوي عن الوسويس نوصي اجل عندي عائلة بيان جايين كرمي المشكلة معينة مخالفة للموضوع اللي أنا اكتشفته قلت لهم ممكن الولاد يكون عنده ميول معينة هو صبي ممكن يكون عنده ميول شوي انسوية ننتبه لها اللي عبكير يعني هو عمره خمس سنين الولاد نحنا فينا ننتبق يعني عمر ثلاث لعمر سبعة نحنا فينا كتير نشتغل على الأنا الذاتية عند الأطفال فتفاجأوا الأهل بلشوا الأهل يكبوا ملابع عن بعض لأ انت بدت غنجي بهذه السفة لأ البي بيغنجوا لهذه السفة صار في عندهم وسويس بيصير في هيدا الشي وسويس عند الأهل وهيدا الوسويس بصير ينقلوا للولاد لأ انت بهم تلعب هيدا الشي تبعا ما تأزلوا ولا تدقى الشي خاصة بالمهات وكلما يمكن عملوا ما تركاش عليه بيصير عنده حشرية أكتر مئة سير لوسويس يتفسر بغير أمور كريستينا نقول لك مرسي الحديث حلو معك المعلومات جدا قيمة على الأهل أن يخذوا معنا الاعتبار كل المعلومات التي إلتها إذا فاتكم المشاهدة أو عهبين تتأكدوا أكتر من المعلومات نطروا لكم كم ساعة على يوتيوب تشانل خاصة بالأو تي في على حساباتنا الشخصية وعند كريستينا حموش المعالج النفسية أيضا فيكم ترجعوا وتحضروا الحلقات تتركوا لنا تعليقاتكم مع اللايك والكومنتات لنعرف أكتر إذا في من أسئلة نرجع من جهيرة لضيوفنا بلقاءات تانية أو مواضيع عبالكم أنه نحن نتنوى مع ضيوفنا كريستينا شكرا لأليك مرسي إليك شاء الله يا رب شو قلت لي الصباح قلت لي صباح الخير صباح الفرج يا رب تفرج على كل العالم العربي ويوعه لأنه عن جهد نحن صرنا ما بدنا نقول يعني عم نمسل لأولادنا أمور الجهد نحن بالعكس نحن بعصر التقدم لازم نبقى يصير في انتفاضه شاء الله يا رب مشاهدينا نروح نحن وياكم إلى لقاء مسجل مع ناتوروبات دكتور الفريد كرم لنعرف أكتر عن فوايد ومنافع بريوتيك بلس لصحتنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة